وهنا أيها الإخوة داهية أكبر مكررين الاعتذار من مقام المصطفى سيد الخلق صلى الله عليه وآله على نقل هذه الأهم كتاب فتاوى نور على الدرب الكتاب كتاب فتاوى هذا اسمه نور على الدرب والله لا تجد فيه إلا كل ظلم لمن هذا الكتاب تضمن فتاوى من ابن باس إمام الفرقة الوهابية في عصره في عصرنا افتح هذا الكتاب الصفحة 93 تجد السؤال المرقم برقم 43 سائل يقول سمعت أحد المذيعين يوم جمعة وكان يتحدث في فضل يوم الجمعة وقد أورد حديثا يقول فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي قالوا يا رسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت أرمت يعني صرت شنو جسدا باليا بعد خلص تفسخت يعني من الرمم شايف في شلون فقال إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء نعم صحيح الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فإذن النبي لا يصيبه الرمم يقول رواه الخمسة إلا الترمذي السأل الآن يسأل ابن باز هذا السؤال أليس هذا يتعارض مع الآية الكريمة التي يقول الله فيها قل إنما أنا بشر مثلكم يعني المفروض يصيبه ما يصيب البشر بعد الموت وقوله وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا كل شيء بعد يعني يبلى ويفنى وأنه وهنا الشناعة وأنه لما دخل عليه العباس عمه حينما مات ومكث ثلاثة أيام قبل أن يدفن وكان واضعا يديه على أنفه وقال عجلوا بدفن صاحبكم والله إنه ليأسن كما يأسن سائر البشر سيد شنو معنى هذا الكلام والله واحد يرجف يعني صور لك مشهد إنه العباس لما دخل على جثمان رسول الله صلى الله عليه وآله بعد ثلاثة أيام وجده قد أسن حتى خرجت منه ريح كريهة اتعفن وتحلل والعياذ بالله صار جيفة وليا حتى أنه ما تحمل وضع شنو يديه على أنفه أنت شايف سفالة أكثر من هؤلاء والله يعني شايف سفالة وحيونا أكثر من هذه يقول وهذا الحديث موجود في كتاب نيل الأوطار شرح منتق الأخيار والحديث أخرجه أيضا بن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه وذكره ابن أبي حاتم في العلل وحكى عن أبيه بأنه حديث منكر لأن في إسناده عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو منكر الحديث وقال ابن العربي إن الحديث لم يثبت وأسأل الله تعالى يوفقني وإياكم لما يحب ويرضاه أنت شن قولك ابن باز في هذا الحديث وفي هذا السؤال عموما يعني أنه هذا ما يتعارض أنه النبي يكون جسده محفوظا لا يبلى مع الآيات القرآنية التي تنص على أن النبي صلى الله عليه وآله بشر كسائر البشر الجواب الحديث المذكور معروف عند أهل العلم ولا بأس به عند أهل العلم ولا نكارة في ذلك فإن الله جل وعلا له أن يخص من شاء من عباده بما يشاء سبحانه وتعالى فإذا خص الأنبياء بتحريم أجسادهم على الأرض فلا غرابة في ذلك لما لهم لديهم من الكرامة زيه تمام تفقنا إلى أن يمضي فيقول أما كون جسده يبقى فهو في هذا الحديث وسنده لا بأس به عند أهل العلم تمام تفقنا أما قول العباس هذا أنه لما دخل واضعا يديه على أنفه من الريح الكريهة وقال إن نبيكم يأسن كما يأسن الناس أما قول العباس فلم أعلم إلى يومي هذا صحته إلى هذا اليوم أنا ما أمحقق ما أدري صحيح هذا القول أو ليس بصحيح ولم أتتبع أسانيده ولو فرضنا هنا الشناعة ولو فرضنا صحة هذا عن العباس فإنه لا ينافيه فقد يعتر الجسد ما يعتريه ولكنه يسلم ويبقى ويحرم على الأرض أن تأكله ويزول ما يعتريه من تغير ورائحة فإن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى فإذا وضع في القبر ففي الإمكان أن تزول هذه الرائحة وهذا التغير وأن يبقى الجسد سليما طريا وليس في الشرع ولا في العقل ما يمنع ذلك فترون إذن هذا الوغد ابن باز لم يجد نكارة في المروي عن العباس أن النبي قد أسن وخرجت منه ريح كريهة حتى أنه قد وضع يديه على أنفه من كراهة هذه الرائحة تخيل سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله لم يجد ابن باز كراهة في ذلك وقال لا يمتنع أن هذه الريح الكريهة هذه الرائحة وهذا التغير بمجرد أن يدفن النبي تزول هذه الرائحة ويزول هذا التغير وثم يحفظ جسد النبي يا غبي أقل ما يقال عنك أنك غبي يعني تريد أن تقول للناس إن الله ما حفظ جسد نبيه وهو في مرأة الناس ويحفظه بعدما يغيب في الثرى لما يكون أمام مرأة الناس تخرج منه رائحة كريهة ويتعفن ويتفسخ ويأسن ويربو بطنه كل هذا التغير يحصل له فالناس تشك في النبوة تشك في كرامة هذا النبي على ربه تشك أصلا في الدين أنه كيف الله لم يحفظ حرمة نبيه ولكن تريد إقناعهم أنه بعدما يدفن حيث لا يراه أحد يرجع بدن طريا غضا كما كان الأولى ما هو أن الله عز وجل يحفظ جسد نبيه وكرامته في مرأة الناس وهو لا يزال فوق التراب أم بعدما يكون مغيبا في التراب حيث لا يراه أحد أين العقول بالفعل يعني بالفعل أناس لا عقول لهم أقل ما يقال فيهم هذا ترجمة نانسي قنقر